أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي في خطابه بمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية التزام المجلس والحكومة الكامل بتعهدات مال معلنة وفي المقدمة اعتبار القضية الجنوبية أساسا للحل الشامل مشددا على شمولية أي عملية سلام وحمايتها بضمانات إقليمية ودولية بما في ذلك حضور القضية الجنوبية في أي مشاورات مقبلة لهذا فإننا نؤكد التزامنا الكامل بالتعهداتنا السابقة في هذه المناسبة وفي المقدمة اعتبار القضية الجنوبية أساسا للحل الشامل وانفتاحنا على كل الخيارات لتمكين شعبنا من تحقيق تطلعاتهم وتقرير مركزهم السياسي ونمائهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بموجب المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية أما بخصوص الموقف من السلام فإن مجلس القيادة الرئاسي يشدد على المبادئ الأربعة التي أكدنا عليها مرارا أولا التمسك بالمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216 ثانيا التأكيد على عدم المساس بالمركز القانوني والسياسي للدولة العظف الأمم المتحدة ثالثا شمولية أي عملية سلام وحمايتها بضمانات إقليمية ودولية بما في ذلك حضور القضية الجنوبية في أي مشاورات مقبلة